سلام عليكم ورحمة الله. الله ومصلي على محمد النوالي واصحابي جميعي. نبدأ نتكلم حاجة اسمها الاتريبيوت سيلكتور. ده لو حد فاكر في كورس كلمشروع بالتفصيل هو ايه? هنقروا هنا ان شاء الله ورد الفيديو ده. كموجه السريع عنيه. اول حاجة خالص الاتريبيوت اللي هو انت مسلا لو عندك باراغراف كده مسلا. وعمل له مسلا اي اتريبيوت اسمه طايتل مسلا وكتب فيه كلمة باراغراف مسلا. وهنا كتب كلمة اس باراغراف. هنعمل باراغراف تاني بس من غير اي حاجة خالص. واكتب اس بي ويزوت مسلا مش لازم. ده البراغراف ده من غير اي حاجة. والباراغراف الاولي ليه طايتل معي. طيب كده انا بقى حدد واحدة واحدة كده. جيت قلت له هتلي الاي سيلكتور. اي سيلكتور. لي اتريبيوت اسمه طايتل. يدور في الصفحة بتاعتي. لاي سيلكتور. اسمه طايتل يدي له الكلر اللي اسمه. وهيدي له ده اهو. فيشتغل فعلا. نروح يدور في اي عنصر واخد اتريبيوت اسمه طايتل فيلاقي هنا فيلاقي باراغراف واخد اتريبيوت اسمه طايتل. خلاص فيشتغل عليه. طب جيت قلت لك هنا اي عنصر. لو حددت لك فحد ببقى باراغراف مسلا دي اي حاجة فيك انت تعمل لكن لو كده اي عنصر. كلام جميل. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت تقول له لو بيساوي كزا. الطايتل ده مسلا بيساوي كزا. بتكتب كده بقى بيساوي. اه مسلا لات جوه كده. الطايتل بيساوي. اهو. بارا مسلا. هيشتغل برضه على اول واحد. طب لو بيساوي باراغراف مسلا او باراغراف اي كلمة مش موجودة فاسايتها مش هيشتغل عليه. ليه? لان ببساطة اا مافيش اي باراغراف او مافيش اي عنصر. الطايتل بتاعه بيساوي الكلمة دي. فاسايتها مشتغلش عليها. تمام جدا. طيب حلو. جيت قلت لك دي كانت تاني حاجة. التالت حاجة جيت قلت لك يععمل حاجة هاتلي الباراغراف. او هاتلي عنصر الطايتل بتاعه بيبدأ بي كلمة كزا. كلمة دي معناها يبدأ بي. كلمة ايه? كلمة بارة مسلا. او بي. او بي اي. فيشتغل على ده فعلا ليه? لان اللي راح راح شاف. بداعة طايتل. بيبدأ بي كلمة بي ايه. فهو لقى فعلا فيه اه حاجة اسمها طايتل وبتبدأ بكلمة بي ايه. فخلاص اشتغل. طب بينتهي بكلمة مسلا بي ايه. اعمل اللوت نفيش احاجة بيشتغل ليه? لانه راح شاف. انا كتبت لمواغزة. دي كده كده كده. ده مفيش حاجة اشتغل برضه. فهو راح يشوف هل في عنصر واخد اتري اسم طايتل بانتهي بكلمة بي ايه? لأ. طب تعالي نزود هنا كلمة بي ايه. ونعمل اه اشتغل فعلا ليه? لانه عمل تشيك. لا فيه طايتل ولا انه بينتهي بحروف بي ايه. تمام جدا. دي كانت رابع حاجة او تالت حاجة. رابع حاجة معنا حاجة اسمها اللي هي دي. دي معناها يحتوي على. يعني هو يدور. يدور علي عنصر. الطايتل بتاعه يشمل كلمة بي ايه. ليه? لانه محتوي على كلمة بي ايه. اهو في حرف بي ايه هنا وبي ايه هنا. طيب حلو. جيت قلت لك العرمة دي. دي برضه معناها يشمل بي ايه. بس خلي بارك عمل لوت مش يحصل حاجة. ايه متى اللي تشتغل لو في كلمة بي ايه بس. يعني كده. في كلمة بي ايه وفي ايه كلمة تانية. المهم يكون في كلمة بي ايه بس منفصلة لوحدة. او ريلود هو هيشتغل. او انا ياسف انا قلت ريلود بعدها. كلمة بي ايه فيشتغل عادي جدا. خلي بالك من دي ودي. ده الفرقة ما بينهم. دي يعني يحتوي على كلمة بي ايه بس. كلمة دي يعني يشمل في اي كلام تاني عادي. يشمل يعني الحرفين بي ايه ضمن الجملة بتاعدي. لكن العلامة دي اللي هي علامة يعني معناها ان يكون في كلمة بي ايه بس. تمام جدا جدا. يبقى دي ببساطة الاتريبس ركتور يعني كمراجعة سريعة ما تقدر تشوفها في كورسي اسسري بالتفصيل المبال. ده كان يدوبك مراجعة سريعة لها. هتمنى يكون الفيديو قاضح. جزيكم الله خير. السلام عليكم ورحمة.